نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه شدد المركز على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر ولم يتم رصد أي متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته الوزارة على قنوات اتصالها الرسمية وهو متحور جي أن وون حيث تعتبر معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض ولا يوجد أي أعراض كلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا أشر المركز أيضا إلى امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع جميع الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها وفي حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر